وللأسف حتى في من الاسبوع الماضي واللي قبله نقولوله باخواننا يطلع واجه الناس وقولوا الحقيقة للأسف ما فيش حد اطلع وكلها داك كاروسها في الرمال وكلها تمارس الهروب الى الامام وانا اليوم حتى الجماعة لما يقولوا لي قلت لهم انا يخلوني شوية نحكي مع الناس للأسف لكن سبحان الله الانسان هو الانسان لا تحبون الناصحين ولا تحبون الصادقين ولا تحبون المخلصين للأسف طبعا ليس الجميع ولكن غالبية كبيرة من الناس لا تحب الناصحين ولا تحب المخلصين قلنا ان القوانين معيبة لن تقوم عليها انتخابات قلتولنا لا يا اخواننا هذه قوانين عقيلة صالح والله العظيم مجهي والله ما تقوم عليها انتخابات يا رجل يا رجل سبحان الله لمية ما ترقاش مصعد ونحن لن نعيد اختراع العجلة والعملية واضحة قلت لا طلع انتخاب القانون عد لليوم زيد عد لبكرة ضيف اليوم القانون متناقض في مواده خرجوا عليكم قانونيين محترمين وقالوا لكم هذه القوانين معيبة في ذاتها لكن تكابرون المفاوضية من الأول قلنا لكم يا جماعة نحن نشك في اجرات المفاوضية يا مفاوضية خليك شفافة مع الناس وخليك حيادية للأسف الشديد حتى وقع الفأس في الرأس وصرفت الملايين وتبين ان هذه الملايين ضاعت في النافخات انا اقولها مش حطي للأسف يكابروا دائما نقول لكم يكابروا او اليوم انا نقول لكم بمنتهى الأسف ومع شديد الأسف انه مفيش انتخابات مفيش في 24 ديسمبر يكتبوا عليكم مليون مرة وعلى هذه الشاشة المباركة شاشة التناصح قلت وقال غيري وقال سماحة المفتي سبحان الله ولم يقل كلمة سماحة المفتي وما وقفتوش عليه ان العملية الانتخابية بهذه الطريقة ستؤدي لقدر الله الى الحرب وإلى تعميق الشرخ وإلى زيادة المشاكل